الفيديو ده فيديو الكورس المجاني لتعليم احلى واشيك انواع الترط جمعت لكم بقى ترطيتين اجمل الاشكال اللي انا عملتها طبعا زي ما انتم ما شايفين دي ترطيت ال 8 سيزون وكمان هنعمل ترطاية حروة جدا بقى جينة السكر بالنسبة بقى لترطيت ال 8 سيزون دي احنا بنجيبها من محلات الحرواني اللي هي المشهورة جدا لانها مش بتتباع في اي مكان طبعا هخليك تعمليها في البيت بكل تفاصيلها من اول الاسبونش والتجليز لحد الشكل النهائي وان شاء الله هتطلع معيك زي ما انت ما شايفها كده قدامك هتكون حلوة جدا وهتطلع كمان احسن من اللي انا هعملها معيكم في الفيديو وده شكل بقى ترطيت عجينة السكر شكلها حلو جدا رقيقة كده وبسيطة برضو هتنفزيها في البيت بكل تفاصيلها بس يا ريت نتابع مع بعض الفيديو للاخر علشان تعرفوا الطريقة طبعا كل طريقة فيهم ليها طريقة منفصلة عن التانية السلام عليكم النهاردة ان شاء الله هعمل معيكم الترطية الجميلة دي وفعلا هي جميلة في الشكل وجميلة في الطعم عايز اقول لكم الترطة دي فيها تفاصيل كدير جدا ان شاء الله هتتعلموا فيها كل حاجة بالخطوات معيكم في فيديو واحد طبعا الفيديو لو كان طويل شوية انا بعتذر ليكم طبعا بس حب اجمع لكم كل التفاصيل من اول ما انا بعمل الاسبونش لحد ما اخر حاجة بعملها في الفينش بتاع الترطية بحب اجمع كل حاجة في فيديو واحد بس علشان اللي يشوف الترطية يعني عايز ينفذها يلاقي كل حاجة معي متجمعها في فيديو واحد بس شايفين الجمال ده كله هنعمله مع بعض ان شاء الله دلوقتي يلا بينا بقى نسمي بسم الله ونشوفه الترطة الجميلة دي عملناها ازاي وان شاء الله كل التفاصيل هتكون قدامكم اول حاجة هنا هنحضرها معي كيلو من دقيق الاسبونش ده كيلو دقيق اسبونش بالشوكولاتة بتجيب دقيق الاسبونش من محلات بيع مستمزمات الحلواني ومعي كمان اتناشر بضاية ومعي كوباية ميا انا هنا كوباية الميا مقسمها على يعني كوبايتين كده صغيرين كل كوباية مقدار نص كوباية ليه علشان هعمل كل نص كيلو من دقيق الاسبونش هعمل الواحده علشان بس ياخد راحته في المضرب ويتضرب كويس جدا ويديني اسبونش كيك يكون ناجح ان شاء الله هنا اول حاجة جبت بولة كبيرة حطيت فيها نص كيلو دقيق الاسبونش والشوكولاتة ومعي كمان نص كوباية الميا وست بضوط حضرت المضرب بتاعي حطيت فيه الست بضوط حطيت عليهم كمان نص كوباية الميا وكمان حطيت عليهم نص كيلو دقيق الاسبونش وحطيت آآ نص معلقة صغيرة خالص من الفانيليا. هبتدي بقى بالمضرب كده الاول على الهادية لحد المكونات بتاعتي ما تختلط مع بعض وبعد كده اعلي المضرب على اعلى سرعة. اسيبهم كده من عشر دقايق لخمستاشر دقيقة. مش اقل من كده. واهم حاجة ما تفسليش المضرب خالص طول ما هو شغال علشان الخليط بتاعك ما يهبطش معاك يا انا عايزي يكون في فم عالي والهوى وجواه يكون كويس جدا. وكده خلاص الخليط بتاع الاسبونش يقدر كويس جدا. اعطاني فم عالي. شايفين شكله كده بيكون يعني زي كوام الكريم شنطيه بس بيكون اخف شوية. هعمل انا بقى كيله الاسبونش وورا بعد كده نص وبعد كده حضرة بالنص التاني. ورت لكم كمان شكل الصواني قبل ما بطنها. كانت الصانية الاولينية مقاس تمانية وعشرين والصانية التانية كانت مقاس تمنتاشر. بطنتهم بورق كده بورق الزبدة ودهنة خفيفة من الزيت علشان اسبت ورق الزبدة. وفضيت فيهم خليط الاسبونش. طبعا الصانية الكبيرة هتاخد مقدار اسبونش اكتر من الصانية الصغيرة. كنت مجهزة الفرن على درجة حرارة مية وسبعين. حدخلهم الفرن على درجة حرارة مية وسبعين. هياخدوا معي من خمسة واربعين لخمسة وخمسين دقيقة. ما افتحش عليهم الفرن خالص اول نص ساعة. تبدأي تراحضي الكيكة بتاعتك او الاسبونش بتاعك بعد ما يعدي نص ساعة وكمان لما تيجي تفتح الفرن. افتح الفرن بتاعك كده حتة صغيرة وبصي لحد ما تلاقي طبعا الكيكة بتاعتك او الاسبونش بتاعك استوى. اتأكد ان هو استوى هاتي خلة من اعواد او عود من اعواد الشيش طوق واختبري كده الاسبونش بتاعك لو تعتب خلة نضيفها اعرفي ان الاسبونش كده استوى. سيبيه في الفرن بقى لحد ما يبرد خالص وبعد كده نرجع بقى لتعامل مع الاسبونش بتاعنا. كده سيبت الاسبونش بتاعي لحد ما برد خالص. خلاص كده. برد معي وبقى تمام. ابتدي ان انا اشيل ورق الزبدة من عليه كده بالراحة خالص. وطبعا عايز اقول لكم الاسبونش بيكون اه حساس جدا وطري. فهو انت بتتعاملي مع الحاجة بالراحة كده حركي بالراحة. علشان ما يتقطعش معي. طبعا هشيل ورق الزبدة اللي تحت بيتشال معي بمنتهى لسهولة. عايز اقول لكم التسوية بتاعته بسم الله ما شاء الله حلوة جدا جدا. خلاص كده شيلت ورق الزبدة. جبت الاعدة اللي انا بقطع عليها التورتة اللي هي الاعدة اللي بتلف وحطت كمان عليها البلانشة بتاعت تقطيع الخضروات علشان تسهل علي حركة اه تقطيع الكيكة وما تتحركش معي يمين وشمال دي بتسهل اكتر. وجبت السكينة المنشار وتبعا زي ما واضح قدامكم في الفيديو ببتدي ان انا احدد الاسبونش بتاعي انا هقطعه على اربع طبقات بجيب من عند الحروف كده ببتدي اقطع بالراحة وبعد ما بقطع الحروف بدخل السكينة الترنش على جوة واشيل طبقات الاسبونش طبقة بعد طبقة كده خلاص انا خلصت تقطيع الاسبونش الكبير دلوقتي ده الاسبونش اللي هو الصغير مقاس تمنتاشر هقطعه برضو على اربع طبقات طبعا شايفين تسوية الاسبونش بتاعتي حلوة جدا جدا مستوي وتمام جدا خلاص كده قطعت الاسبونش الكبير والصغير دلوقتي حبتدي احضر الكريمة او كريم شنطي اللي انا هحشي به الترطاية هنا معي اربع كبيات من الكريم شنطي مقدار الكباية دي بالكوب المعياري متين وخمسين ميلي وحطيت عليهم برضو كباية من السكر اللي هو السكر العادي برضو متين وخمسين ميلي من السكر الحبيبات وحطيت عليهم اربع كبيات من الحليب والحليب هنا لازم يكون يعني هو يكون سائع جدا يكون فيه كمان كطع تلج هيكون احسن بكتير. وحطيت عليهم تلت كوباية من الاشطة والاشطة هنا اختياري بتدي طعم حلو جدا جدا. حبتدي اضرب الكريمة بتاعتي الاول بشغل المضرب على الهادي خالص علشان المكونات بتاعتي تدخل مع بعد كده. والكريم شانطية اختلت الاول مع الحليب وبعد كده اعلي المضرب على اعلى سرعة. طبعا الكريم شانطية زي ما احنا عارفين محتاج سرعة عالية جدا في المضرب بياخد برضو حوالي عشر دقايق. آآ ورا بعد كده ما نفسلش المضرب خالص لحد ما يديني برضو الفوم العالي ونتأكد ان الكريمة بتاعتنا الكوام بتاعها يكون مزبوط. شايفين كوام الكريمة متماسك جدا. وعايز اقول لكم السكر كان مزبوط. وكل حاجة كانت تمام جدا طبعا بتدوء الكريمة بتاعتك لو محتاجة سكر بتزود لها بس اكيدة الكريمة بتاعت كانت مزبوط. حضرت الاعداء لانا هحط عليها الترطية وسبتها بس بشوية كده من الكريمة. وحطيت اول طبقة من طبقات الاسبونش. وحطيت عليها كمية مناسبة من الكريم شانتيو. وفرتها بالاسباتيولة. كانت كنت محضرة معي هنا فراولة. طبعا الفراولة اهم حاجة تكون نشفة. ما قطعها كده قطع صغيرة خالص. حبتدي ان انا احط مع الكريمة فراولة طبعا حتي الكمية المناسبة. انا بصراحة كنت حبة ازود الفراولة. آآ لان كنت عايزة الطبقات بتاعتي تكون مختلفة. حطى الاسبونش وشوكولاتة. الكريمة كانت بيضة مش بالشوكولاتة. يعني الكريمة يعتبر بيضة. آآ الفراولة عايز اقول لكم ده وديد دي تعم رهيب جدا الحمد لله. آآ كل اللي اكل منها كان راضي عن طعمها كانت طعمها في منتهى الجمال. نبتدي بقى نحط الطبقة التانية من الاسبونش. فردت برضو كمية مناسبة من الكريمة. وهحط برضو طبقة متساوية من كتع الفراولة. وهنعيد الموضوع تاني. هحط الطبقة الثالثة من الاسبونش. طبعا وانا بحط الاسبونش احاول ازبط كل الطبقات فوق بعد وحطيت برضو كمية مناسبة من الكريمة. وهرجع احط برضو كمية مناسبة من كتع الفراولة. وممكن تحشي اي نوع فاكهة تاني انت عايزة. ممكن تحشي بالكمبوت المجفف. ممكن تحشي منجة متقطعة كتع صغيرة زي ما انت ما عايزة. آآ طبعا الحشوة بترجع عليكي انت. هي دي كانت الحشوة المناسبة بالنسباني. حطيت الطبقة الاخيرة من الاسبونش. وحبتدي برضو احط عليها كده يعني كمية مناسبة من الكريمة. وابتدي ان انا اجلس كل الترطاية. هنا التجليز هنا هيكون مؤقت مش اللي هو الاساسي. حطيت كده شوية من الكريمة على الوش. وببتدي ان انا اقفل الجناب كده بشوية من الكريمة. كنت حطى كده على المعلاقة حبة من الكريم شانتي وبالاسباتيولة حبتدي ان انا اغطي كل الجناب زي ما قلت لكم هنا التغليف هيكون مؤقت. مش اللي هو اللي انا هاعتمد عليه في تقفيل الكيكة. انا هنا ليه بعمل التقفيل المؤقت عشان الكيكة بتاعتي فيها فتفيت من الاسبونش. عايزها تهدى كده خالص. علشان لما اجي اقفلها بالطبقة الاخيرة من الكريم شانتيه. بيكونش فيها فتفيت وتكون كل حاجة ماشية معية. تمام جدا. خلاص جلستها كده. حبتدي برضو ان انا انقل الاسبونش بتاع او الكيكاية بتاعة الترطة على بلانش التقطيع. وليه بحط على البلانش? علشان بتسهل معي ان انا ادخل الترطية التلاجة واخرجها من غير الترطة بتاعتي ما تتفرهد وتتحرك وتتقطع. كده خلصت اول واحدة ودخلتها التلاجة. جبت الاعداء الصغيرة اللي هي مقاس 18. خلي بالكم بس هنا ركزوا معيه كويس جدا. جبت سكينة يكون الحرف بتاعها يكون رفيع. وعملت فيها خرم من النص وحشيل طبعا الكتعة الزيادة من الكارتونة. الحتة دي مهمة جدا جدا نركز فيها لو انت اول مرة هتعملي الكيكا او الترطة اللي هي الطبقات فوق بعض او الادوار فوق بعض. لازم الفتحة دي مهمة جدا علشان هنحطها في حاجة اسمها دويل. هتعرفوا كل حاجة طبعا بالخطوات معي لما اتبعي لحد الاخر. حطيت برضو شوية من الكريمة وهنا الكريمة مهمة جدا علشان تسبت الترطية على الاعداء بتاعتها طبعا حطيت اول طبقة من الاسبونش بعد كده كريمة وفراولة لحد ما خلص كل الطبقات. انا هنا اختصرت التصوير. جبت لكم تصوير كده لقطات سريعة علشان ما طولش عليكم في الفيديو. طبعا الترطية الاولانية اللي هي كانت كبيرة كتت معيكم بالشرح هنا انا اختصرت بالسور بس. ودي الطبقة الرابعة والاخيرة طبعا حطيت عليها الكريمة وجلستها التجليز المؤقت مش اللي هو هاعتمد عليه في الاخر. هدخل بقى الاثنين للتلاجة واسيبهم لحد ما يتمسكوا. طبعا كمية الكريم الشانتي اللي انا كنت عاملها معاكم. خلاص الحمد لله كانت خلصت كلها في حشفة الت Kerry Tartai عملت كمية تانية بس طبعا كانت اقل من كده. عملت كوب بيتين من الكريم الشانتي عليههم نصو كوبة من السكر. وكوب بيتين من الحليب وممكن هنا نقل الحليب شوية علشان عايزة الكريمة بتاعتي تكون متماسكة. طبعا انا بحط لي كوب بيتين حليب على كبائتين الكريم شانطيه لان كريم شانطيه بتاعي بيجيب نوع معين بيكون خام بدون اضافة سكر فلما بحط كبائتين كريم شانطيه عليهم كبايتين حليب بييدلي الكريمة بتاعتي بتكون متماسكة. وزي ما باين قدامكو ان انا كنت احطه الكريمة في كيس حلواني حتيها في كيس حلواني اي كيس من بتاع الصاندر والشات يكون عندك اللي انت بتستخدميه فضي فيه الكريمة ووزعتها كده على الجناب علشان يديني طبقة متساوية ودلوقتي بالاسباتيولة هبتدي ان انا اجلس الترطاية ملحوظة بس مهمة جدا تجليس الترطاية عايز دال طويل وعايز هدوء خالص خالص فبالراحة كده تبتدي تجلسي الترطاية هتاخد معاكي وقت شوية بس المهم ان انت تجلسيها صح ما يكونش فيها اي عيب او اي حاجة تكون بينها لازم تكون كلها زي بعض ملفاء كده وما فيهاش اي عيب خالص بالاسباتيولة ببتدي اشيل كل زيادة لحد ما تبقى كلها سوا بعض وبعد كده بجيب جندي اي حاجة فيها مية تكون دافية وحبتدي كل مرة ان انا اخسل فيها الاسباتيولة ومش هنشفها هكمل تجليس الترطاية بيها علشان تديني ملمس ناعة وما يكونش فيها اي عيوب خالص على قد ما تقدري تحاولي تطولي بارك خالص في الخطوة دي وتهدي اعصابك كده علشان تطلع معاكي ترطاية متساوية طبعا انا بديكي هنا الفكرة وبحاول ان انا ما طولش برضو عليكم في الفيديو لان التفاصيل زي ما قلت لك في الترطاية دي كانت كتير جدا خلاص كده انا يعني جلست الترطاية هنا على قد مقدر وحاولت ان انا ما خليش فيها اي عيوب كده سادي ما انتم ما شايفين اهي بقت تمام جدا حدخلها التلاجة علشان تتماسك وعملت برضو الترطاية الصغيرة بنفس الطريقة وزعت عليها الكريم شانتي بالكيسة كده علشان عايزة يكون الطبقة الاخيرة بتاعت الكريمة كلها متساوية في الاسباتيولة هبتدي ان انا اوزعها كده واجلسها بشكل متساوي على قد مقدر وزي ما قلت لك المرحلة الاخيرة بتجليس الترطاية لازم يكون تكوني فتحة جنبك حنفية فيها مية سخنة او مية دافية او تجيبي اي بولة يكون فيها مية تغسلي فيها الاسباتيولة وتجلسي بيها الترطاية لحد ما يديكي ملمس ناعم زي اللي انت شفتيها وخلاص جلست الترطايتين دلوقتي هبتدي الخطوة مهمة جدا هنا حضرت اعواد الشيشتاوك هستخدمها في ايه ان انا هعمل فيها آآ زي عواميد كده جوه الترطاية بس العواميد دي تكون بتول الترطاية بالضبط ما ينفعش تكون اطول منها دخلت العود الخشبي او الخلة بتاعت الشيشتاوك جوه الترطاية وهياخد لحد اخر علامة من علامات الكريم شنطيه وقص الزيادة طبعا وبعد كده بعد ما هقصها هبتدي ان انا ادخلها جوه الترطاية هعمل الموضوع دوت يعني حوالي من خمس لست اعواد من اعواد الشيشتاوك وليه بحط الاعواد دي جوه الترطاية لان انا لسه هحط الترطاية الصغيرة فوق الترطا الكبيرة فلازم طبعا يكون في حاجة من تحت اللي هي في الترطاية من تحت تشيل التقل بتاع الترطاية اللي فوق فطبعا احنا بنستعين باعواد الشيشتاوك وبنبتدي نقصها ونحط كده من حوالي من خمس لست اعواد من اعواد الشيشتاوك ونلاحظ ان هي لازم تكون طول الترطاية بالزبط او اقل حاجة بسيطة علشان ما تخليش الترطاية بتاعتنا فيها اي دفو يكون باين فيها احنا عايزين شكلها يكون كويس زي ما انتم شايفين انا قصيت اعواد الشيشتاوك يعني حوالي ست اعواد من اعواد الشيشتاوك وخلاص هم كده دخلوا جوه الترطاية علشان يشيلوا زي ما قلت لكم وابتديت ان انا اغطي مكان الاعواد اللي انا دخلتهم وهنا بقى جبت اربع اعواد من اعواد الشيشتاوك هجمعهم كده مع بعض علشان اعمل بيهم الدويل بتاع الترطاية او العمود الرئيسي اللي هيسبت معايا الترطاية طبعا الدويل ده المفروض ان انا كنت اشتريته من محلات بيع مفصلزمات الحلواني بس انا لما نزلت اجيب الحاجات بتاعت الترطاية طبعا الدويل ده ما كانش متوفر خالص عندهم فقلت ان انا يعني اعمل اي حاجة بداله فجبت اربع اعواد من اعواد الشيشتاوك وجبت اللازق العادي ضميت طبعا الاربع اعواد مع بعض وحبتدي ان انا الزق او اغطي الدويل ده كويس جدا باللازق لحد ما اخلص كل الدويل دوت طبعا فايدة الدويل ده ايه ان هو بيسبت معايا الترطايتين لما باجي احطهم على بعض طبعا لازم بسبتهم في حاجة بالنص اللي هو العمود الرئيسي بيكون اسمه الدويل بتحطيه طبعا عشان لما تيجي تفنيشي الترطاية في الاخر بتدخليها كتير التلاجة بتوعدي تحركيها كتير فده بيخلي الترطا معي كيسابتة مش بتتحرك ولا هتقع ولا هتيجي مين ولا شمال فهو مهم جدا وده كان شكله حبيت اوارلكم الفكرة فطبعا مش هنقف على حاجة ما لقينا هاش موجودة حوارلكم طبعا طريقة التركيب بس لما نيجي في مرحلة تركيب الدويل بتاع الترطاية هنا هبتدي بقى في تحضير عجينة السكر عجينة السكر انا كنت جايبها جاهزة برضو من محلات بيع مستلزماتي الحلواني اول حاجة في عجينة السكر هعملها هبتدي ان انا قلين عجينة السكر وقبل ما لينها طبعا لازم افرش المفرش السيليكون بتاعي وحطيت عليه شوية كده من النشا وحبتدي بايدي ان انا اضغط بالروحة هبتدي ان انا يعني اضغط بالروحة على عجينة السكر مش هاعجن فيها انا اضغطها علشان ما دخلش جواها هوى وتعمل معي كده فقطيع من الهوى فعايزة احافظ عليها وبالنسبة لكاليين عجينة السكر هو كان يعني بياخد وقت شوية فانا فصلت الفيديو لينتهى كويس جدا لحد ما التديد ان انا امسج عجينة السكر واشدها بقت فيها زي مطة كده فكده خلاص عجينة السكر بقت جاهزة معي طبعا كنت مغطية المفرش السيليكون برشة كده محترمة من النشا والفرادة بتاعتي برضو كنت مغطيها بالنشا آآ برضو حاجة مهمة لو هتيجي تفردي عجينة السكر ما تفردهاش بسكر بودرة السكر البودرة بيخليها نشفة افرديها بالنشا انا هنا استخدمت الفرادة العادية اللي هي الخشب بالشرط ان انت تستخدمي الفرادة السيليكون فردتها كويس جدا ولازم يكون فيها سمك ما ينفعش نخليها رفيعة قوي لان هي لو رفيعة قوي وانتي بتغلي في الكيك بتاعك هتلاقيها اتقطعت معيك وعملت اخرام كده او عملت آآ تخريمات فهتبوز منك فلازم تسيبيها اقل حاجة بصمك نص سنتي خلاص فردتها كويس جدا حطيت الفرادة جواها طبعا وانا بلف عجينة السكر على الفرادة ببتدي ان انا بيدي كده اغطيها بدهنة خفيفة من النشا علشان عجينة السكر ما تلزاقش على بعض طلعت بقى التورتية بتاعتي انا كنت حطاها قبل ما اغلفها بعجينة السكر حطوها قبلها بساعتين في الفريزر علشان عايزة الكريمة بتاعة التورتة تكون متماسكة علشان لما ايجي افرد عليها عجينة السكر وبتدي احرك عجينة السكر عليها عايزة الكريمة تكون متماسكة فاردت عجينة السكر وزي طبعا ما بيين قدامكم عجينة السكر ما كانتش رازقة على بعض لان انا بلفها 누ت بديهنها بدهنة خفيفة كده من اللشع عشان ما تلزاقش في بعض فاردت عجينة السكر وعلى الوش كده ان انا امسح عجنت السكر بايدي علشان اسويها. طبعا وانا بشتغل في عجنت السكر مش جايبة الاداة اللي هي بتاعي التنعيم عجنت السكر بشتغل بايدي طبعا وشغل ايديك بيكون احسن بكتير لان بيديك فرصة ان انت سيتحكمي في عجنت السكر اكتر. ببتدي ان انا افرد بقى عجنت السكر على الجنات بفردها ازاي بايد كده ببتدي ان انا اشد بالراحة والايد التانية بتفرد معي اي قصرة بتكون موجودة في عجينة السكر. طبعا بالراحة خالص تبتلي تعملي كل الخطوات دي علشان ما يكونش معي في اي غلطة او تطلع الترطاية يكون فيها عيب صغير. هتكون طبعا الترطا شكلها مش حلوة خالص. فكل الخطوات تعمليها بالراحة. اهو زي ما قلت لكم. وانا بفرد عجينة السكر. لازم عجينة السكر يكون فيها صمك وعلى الاقل يكون صمكها نص سنتي. ليه? مهم ان احنا نسيب صمك نص سنتي. علشان طبعا واحنا بنغلف الترطاية عجينة السكر. بدتلي ان احنا نحركها او نشدها. فلما هيكون فيها صمك مش هتقطع معنا. مش هتطلع معنا اي عيوب في الترطاية. ويا رب يكون التصوير يكون واضح قدامكم. وتستفيدوا منه. انا وانا بغلف الترطاية دي. ما حبيتش ان انا افصل الفيديو خالص. حبيت ان انا اوضح لكم كل التفاصيل. لان المرحلة دي مهمة جدا جدا. على اساسها بتطلعي ترطاية شكلها حلو. لو فيها اي عيب صغير. طبعا بيبان والترطاية بتاعتك هتكون شكلها مش حلو خالص. فطبعا بنسمي باسم الله وبنعمل خطواتنا بالراحة كده انا خلاص يعني اقفلت الترطاية وكنت راضي عن شكلها الحمد لله ما كانش فيها اي عيب خالص. بالنسبة للزيادات دي برضو. حوريك ازاي انا بشيلها. بس المهم ان انا بأكد على الترطاية من تحت لازم تكون متغطية لحد اخر جزء بطريقة كويسة. ما يكونش فيها اي عيب. ما يكونش فيها اي حتة لازق على بعض. جبت السكينة زي ما انتم طبعا ما بين قدامكم. وبالراحة كده هبتدي اشيل اي زيادات. مهم جدا وانت بتقطع عجلة السكر. السكينة اللي انت تستخدميها تكون سكينة حمية علشان تقطع معيك عجلة السكر وما تشدهاش وتبهدلك الشكل بتاع الترطاية. هبتدي ان انا اضغط على الحروب من تحت وادخل اي زيادات تحت الترطاية. وخلاص كده هي خلطت معي وكمان الترطاية الكبيرة. عملتها بنفس الطريقة او كمان حطيتها على الديسك الاخير بتاع التقديم. وادي ادويل انا هنا طبعا اخترت المكان اللي هو فيه منتصف الترطاية وحطيت فيه ادويل. ودلوقتي بنراحة في الاسباتيولا وممكن تستعيني طبعا باي حاجة تانية بحرف سكينة او اي حاجة بتشيل بيها الترطاية السغيرة. وكنا عاملين في الاعدة بتاعة الترطاية السغيرة الفتحة اللي احنا كنا عاملينها بيه السكينة بالراحة خالص في الخطوة دي. هنحط بقى الترطايتين على بعد. طبعا خليكي حريصة جدا في المرحلة دي. لان هنا اي غلطة ممكن لقدر الله تخلي الترطاية. لو ما تركبتش صح ممكن تقع من ايدك او تميل. فان شاء الله نركز كده ونسمي بسم الله ونعمل كل خطواتنا صح. بالنسبة للوردية البنك دي ساندي هي اللي كانت عامليها وكانت حطاها على الترطاية بس طبعا انا هشيلها علشان ابتدي ان انا اقفل بقية الترطاية بالشكل اللي انا كنت عايزة. هدخل بقية الترطاية بتاعتي عشان ترتاح بالتلاجة. لازم اسبها اسبها ترتاح ليلة كاملة من بالليل للصبح. طبعا بعتذر في المرحلة اللي جاية لو انا اختصرت في التصوير لان كان في الوقت دوت كان يوم من عين الميلاد الصبح وكان الوقت بالنسبة لي ضيق جدا. فحبيت برضو ان انا اختصر في في الوقت وما طولش عليكم في الفيديو. انا هنا فرت عجينة سكر كانت لونها ابيض. ومن تحت كده اطعتها بخط مستقيم. اطعتها ازاي بقطاعة الفيتزا. هتبان قدامكم دلوقتي. ومن فوق هتدي ان انا افردها على شكل كده في سطنات او على شكل دواير كده طلعة ونزلة بنفس القطاعة دي علشان تديني الشكل اللي هو شكل الزجزاج فيه التقطيع. آآ هيديني شكل حلو جدا. هتدي ان انا اطبق عجينة السكر دي وانا بطبقها. بدلها دهنة خفيفة خالص من النشا. وبعد كده احطها على الجناب بتاعت الترطية من تحت. ولما اجي الزقها. ادي لها دهنة خفيفة خالص من المية. ممكن في دهنة المية نستخدم فرشة. ممكن بيديكي بالروحة كده خالص تدي لها دهنة خفيفة خالص من المية. فالت تاني برضو عجينة سكر بنفس الشكل بس المرة دي دي كانت للترطية اللي كانت فوق او الترطية الصغيرة. اطعتها من تحت كده خط مستقيم بقطعت البيتزا ومن فوق اطعتها كده في سطنات او على شكل دواير طلعة ونزلة بشكل يكون حلو. طبعا الفينش دوت كان عجبني جدا. وبصراحة يعني انا كنت مجهزاله. طبعا بصوا انا بطبق عجينة السكر. كنت دهنة آآ شوية كده من النشع عشانو انا بطبق عجينة السكر. لما اجي افردها ما تكونش لازقة مع بعض. وتكون سهلة في الفرد. هطبقها هو بنفس الشكل طبعا. حبيت ان انا برضو يعني اوضح لكم لقطات معي. حد لها دهنة خفيفة من المية. وهقفلها برضو على جناب الترطية الفوق او الترطية الصغيرة. هعيد نفس الموضوع بس مع عجينة سكر كان لونها وبينك وحاجب قطعات الباسكوت على شكل نجمة. وعلى شكل قلبه فردتها برضو بسمك اقل من نص سنتي. وح blendiah انا اقطع عجينة السكر بقطعات الباسكوت على شكل نجمة. وعلى شكل قلوب. وحطيت عليهم الكريسبي اللي هو الكريسبي السغير خالص. دلوقتي حطيد انا اسبت الاشكال اللي انا قطعتها بقطعات الباسكوت اللي هي الاشكال اللي علي شكل النجمة. بدلها دهنة خفيفة خالص من المية وببتدي بايدي بالراحة ان انا اضغط عليها بالراحة ما اضغطش جامد علشان ما اخليش شكل الترطية بتاعتي يكون مش حلو بالراحة كده بضغط عليها ضغطة خفيفة وكنت مقطعها كده معي اشكال على شكل الوردات الصغيرة عملتها من عجينة السكر البيضة طبعا شكل الوردات دي انا كنت مزوداها كنت عملت منها يعني كمية كبيرة لاني هستخدمها بتير دلوقتي طبعا هتشوفوا انا هحط الاشكال دي فين وحنستخدمها الايه علشان تطلع شكلها حلو جبت نجمة تاني من النجوم اللي انا كنت مقطعوها وبايدي كده بليت ايدي يعني دهنة خفيفة خالص كده من المية حطيت ايدي في المية وده انتهى دهنة خفيفة وبالراحة اضغط عليها بالراحة هتثبت معي بمنتهل سهولة وما تلاقيش الاشكال دي مش هتقع تاني لان انا طبعا وانا بلزقها ادت لها دهنة خفيفة من المية هكرر الموضوع دوت مع الترطية اللي تحت والترطية اللي فوق هحط النجوم بنفس الطريقة وبعد كده هحط بعد كل النجمة هحط تلات وردات من الورد اللي انا قطعته آآ بالقطعة اللي هي بتاعت القمعة بتاع بلحة الشام الصغير هحط كده تلاتة جنب بعض علشان يديني الشكل يكون حلو كده في الاخر واكون راضي عنه ادي الوردات الصغيرة اللي انا قلتلك قطعتها بالقطعة او بالقمعة بتاع بلحة الشام اهي كانت على شكل وردة صغيرة خالص كده شايفين الشكل اكيد واضح قدامكم. وقادي الامع بتاع بلح الشام. انا مستخدمة هنا الامع الصغير مش الكبير. انا هنا جبته فرت عجنت السكر خليتها رفيعة خالص. وبعد كده قطعت بالقطاع او بالامع اللي هو بتاع بلح الشام عملت منه كمية كبيرة علشان زي ما قلت لك حاستخدمه كتير. جبت كمان جزء من عجنت السكر وقطعتهم كده على تلات كور صغيرين كل كورة برمتها برم رفيعة على شكل كده آآ خيط طويل او على شكل حبل طويل. وجمعت الثلاث احبال اللي انا عملتهم من عجنت السكر وضمتهم من فوق مع بعض. وحبتدي اعمل دفيرة من عجنت السكر البنك. طبعا ياريت ناخد بالنا في المرحلة دي وانا بضفر هنا. شايفين انا بضفر من تحت مش من فوق. يعني الدفيرة بتاعت عجنت السكر عكس الدفيرة العادية بتاعت الشعر. طبعا احنا لما بنيجي نضفر الشعر بنضفر الشعر من فوق لتحت. لكن في دفيرة عجنت السكر انا هنا ببتدي من تحت على فوق يعني بدفر من تحت وبسحبها على فوق لان لو بدأت من فوق العجينة بتاعتي بتاعة عجينة السكر هتتشابك مع بعض وحتلف حوالين بعض وممكن تتقطع معيكي يعني خلي بالك وانت بتعمليها ابداقي من تحت واسحبيها على فوق واي حاجة مش مضبوطة معيكي زي ما انا ببين قدامكم في الفيديو برجع ازبطها وبفردها كويس جدا وبخليها تكون شكلها متساوي طبعا في المرحلة دي الترطية بتاعتي بتكون في التلاجة برجع تاني اطلعها من التلاجة بحدي الضفيرة بتاعة عجينة السكر دهنا خفيفة خالص من المي علشان تزبط على الترطية وانا بلزقها ادي الترطية نضفت القعدة كويس جدا جبت منديل ونضفتها من النشا اللي كان موجود عليها طبعا الحاجات البيضة اللي كانت على القعدة دي كانت نشا زيادة بينزل طبعا من من العجينة بتاعة عجينة السكر وانا بلزقها نضفتها كويس جدا لان ده خلاص الفينيش النهائي عايزة كل حاجة تكون مظبوطة معي حبتدي ان انا احط عجينة السكر او الدفيرة بتاعت عجينة السكر كده بالراحة وبايدي ببتدي ان انا لزقها بالراحة ما بتغطش جامد واساوي اي حاجة مش مظبوطة معي طبعا وانتي بتعمل الفينيش النهائي بيباني الجمال بتاع الترطية كانت شكلها حلو جدا وعلى حرف القعدة كنت ملزقة كده او كنت مسبتة قلوب اللي هي من عجينة السكر البنك دي برضو كانت عاطية شكل جمالي مش اكتر من كده وجبت الوردات اللي انا كنت عاملها من عجينة السكر البيضة وحبتدي ان انا قديلها دهنة خفيفة والزقها كده على يعني مسافات متقربة من من بعض يعني حوالي كل اتنين سنتي بحط وردية من الوردات البيضة بتاعت عجينة السكر اوزعها كده جنب بعض زي ما قلتلك بيش مسافات تكون متساوية ومتقربة من بعض. هكرر نفس الموضوع دوت برضو مع الترطية اللي فوق عملت تفيرة من عجينة السكر البنك برضو وفي الاخر حلزقها وحسبت عليها الوردات اللي هي من عجينة السكر البيضة هنكمل طبعا الفينش النهائي هنا دي الاشكال دي او الرسمات دي بتتباع في محلات بيع مستلزمات الحلواني والتاج ده طبعا انا كنت جايبها علشان احطه فوق الترطية آآ عشان يدي برضو شكل جمالي حطيلي ان انا اسبت السنون بتاعت التاج ادخلها بالراحة مدخلهاش جامد عشان ما تقطعش معي عجينة السكر وتدي شكل مش حلو فانا دلوقتي لو تلاحظوا ان انا بتعامل في المرحلة دي بالراحة خالص التاج ده كان ليس نون من وره فبضغط عليه بايدي بالراحة ودلوقتي هجيب الاشكال اللي هي على شكل طبعا باربي وجبت الشكل التاني كان ميكي حتدي طبعا عيني طبعا شايفة المكان اللي انا ينفع احط فيه الاشكال دي مش هزود قوي لان هي الترطية كانت من غير اي حاجة كانت شكلها حلو حطيت كده كم كم واحدة اتنين من البربي وحطيت تلاتة من الميكي وحاجيب البربي الاخير كده او الشكل بتاع باربي الاخير هحطه في الترطية من تحت وقادي الوردات اللي انا قدت ايلالكم عاملاها كمية كبيرة حبتدي ان انا اوزعها برضو كده على مسافات متساوية حوالين الترطية بتدي شكل حلو جدا ياريت طبعا ما ننساش واحنا بنسبت الوردات البيضة بتاعت عجينة السكر نديلها ده انا خفيفة خالص من المي علشان تثبت معانا كده خلاص الترطية كانت خلفت معانا آآ ادي الاسم بتاع ساندي انا عملته بعجينة السكر البنك وقطعت الحروف بتاعة الكلمة بتاعت ساندي بالقطع بتاعت عجينة السكر كل حرف طبعا بيتقطع لوحده سبتها بنفس الطريقة بجد الترطة دي من الترطة اللي انا كنت حابة الشغل فيها جدا وكنت راضي عن النتيجة والحمد لله كل اللي شافها ودأها شكر جدا في طعمها وفي سكلها فاللهما لك الحمد كده وترطي جميلة جدا هي طرطة الايد سيزون آآ شايفين ادي الشكل بتاعها النهائي شكلها حلو جدا هنعمل كل الشكل الجميل ده في البيت يعني مش هنشتري جهز تاني النهاردة هنتحدى بقى وحنقول لا للجهز ان شاء الله هعملها معاكم خطوة بخطوة علشان الكل يستفيد وان شاء الله هتطبقيها وتعمليها ببيتك هتعمليها كمان احسن من اللي انا عملتها ترطة حلوة جدا النتيجة بتاعتها كانت مرضية انا فرحت كمان بالنتيجة هي تلعت حلوة جدا بالشكل اللي انتو شايفينه ده كده خلاص ده الشكل النهائي للترطة بقى يلا بينا ندخل على اول حاجة نعملها وهي الاسبونش الاسبونش عملته معاكم كتير بس بحاول اجمع كل حاجة في فيديو واحد معي تصعبضات بدرجة حرارة المطبخ فصلت البياد لوحده والصفار لوحده حطيت بياد البيت في بولة المضرب وهي نشفة وحضربه من خمس دقايق لسبع دقايق لحد ما بياد البيت يديني كوام كريمي وفاتح زي كوام الكريم شنطي بحيس ان انا لو قلبته مش هيتقلب معي وما تضربيش اكتر من سبع دقايق علشان بياد البيت بتاعك ما يجيبش ميا ويكون مش مش كويس خلاص نقلت بياد البيت في بولة تكون ديفة وهيحط دلوقتي صفار البيت وهيحط عليهم رشة الفانيليا ده صفار تسع بدار هبتدي برضو اضرب صفار البيت من خمس دقايق لسبع دقايق لحد ما صفار البيت بتاعي كوامه حيفتحه وحيتضاعف طبعا وانا بدرب الصفار بتاع البيت محضرة معي كوباية كبيرة من السكر البودر لو انتي بتحبي الاسبونش بتاعك يكون محلي حتي كوباية ونص من السكر البودرة بس انا بحط كوباية واحدة علشان تكون السكر بتاعه مزبوط كده خلاص صفار البيت بقى جاهز معي ضربته سبع دقايق بقى قوامه كريمي جدا اهو دي ما انتم ما شايفين حطيت كمان عليه بياض البيت اللي انا كنت ضربه في الاول ومعي ربع كوباية من الزيت حبتدي انزل بيهم كده حبة بحبة وانا بقلب اقلب بالروحة خالص عشان ما خرجش الهوى اللي جوه البيت من تحت الفوق طبعا انا باين ان انا ايدي سريعة لا انا بقلب بالروحة من تحت الفوق محضرة معي كوباية وربع من الدقيق وعليهم ربع كوباية من الكاكاوي الخام نخلتهم كويس جدا حبتدي بقى ارشهم كده بالروحة على وش البيت اللي انا ضربته واقلب برضو بالروحة خالص من تحت الفوق حديفة دي حبة بحبة مش حارميه كل مرة واحدة علشان ما يضغطش الهوى اللي جوه البيت ويخرج الهوى منه انا عايز الاسبونش بتاعي يطلع ناجح وحلم خلاص كده خليط الاسبونش بقى تمام جدا حفضيه في صنية ما بطناها بورق الزبدة وحدخاله الفرن على درجة حرارة 180 حياخد معي من 40 ل 45 دقيقة مفتحش عليه الفرن اول نصف ساعة ابتدي الاحظه بعد النصف ساعة والحد بقى ما خليطي الاسبونش يستوى معي في الفرن حبتدي احضر الكريمة معي هنا كوبايتين من الكريم شنطي الخام ومعي كمان رق ربع كوباية من الكاكاوي الخام الغير محلة معي كوباية من السكر البودرة وكوباية من الحليب المسلج انا هنا هضيف كوبايتين من الحليب بس احطى قدامكم كوباية واحدة علشان انا يعني ضمن الكريم شنطي بتاعي انا جايبا يعني بيكون خام وكويس جدا مش مخشوص بيحتاج كوبايتين انا مقدار الكريم شنطي اللي انا بحطه بحطه قدامه نفس المقدار الحليب خلاص كده حطيت كل حاجة وضيفت كمان كوباية الحليب التاني ضربتهم على اعلى سرعة في المضرب اخدوا معي عشر دقايق ضرب لحد ما اعطاني الكوام العالي دوت وكده الكريمة بتاعتي بقت جهزة وكمان الاسبونش بتاعي خرج من الفرن بعد ما استوى سبته ربع ساعة في الفرن مخرجتهوش على طول علشان ما هيبطش مني حبتدي بقى اشيل وراء الزبدة من الجناب انا كده كنت خرجتها من الصانية وحاورو لكم بقى عايز اقول لكم ده اسمه فاخر يعني طعمه حلو جدا غير اي تاني هو بياخد بيت كتير بس بيكون طعمه حلو شايفين عالي وهش وعايز اقول لكم مستمي وجميل جدا مش عارفة اقول فيه كلام احسن من كده بس بجد نوعات الاسبونش اللي انت بتعمليها بتخلي التورتة بتاعتك مميزة عن تورتة اي حد تاني فده اسمه الفاخر مش الاسبونش العادي اللي هو بيتعمل بالخمس بضاط في سبونش بنعمله بالخمس بضاط بيكون برضو كويس بس طعمه مش حلو زي الاسبونش اللي انا بعمله ده جبت السكينة الترنش بتاعتي اللي هي السكينة بتكون مش رشرة عشان ابتدي اقطع الاسبونش وقطعتها على تلات مراحل لو انت حابت قطعيها على اربع مراحل براحتك جدا انا حبيت اقطعها على تلات مراحل ركزت في العلامات وانا بقطع عشان يطلعوا معي تلات طبقات قد بعض كده ومتساويين حدرت بقى معي قعدت التورتة وحبتدي احط اول طبقة من طبقات الاسبونش مش بسقي الاسبونش بتاعي لانه هو حلو وهش جدا فمش محتاج ان انا اسقيه باي سيرب وحطيت عليه كمية كده من الكريمة اللي انا عملتها وبالسكرابر كده هبتدي افرد الكريمة بتاعتي اهو بالشكل ده كده احاول اساويها علشان التورتة بتاعتي تكون متساوية حطيت عليها شوية كده من السوداني المجروش ممكن انت تدي في اي مكسرات تكون عندك وبعد كده حطيت عليها كطع من الكريم شنطي علشان تمسك الطبقة التانية اللي هتتحط عليها لان لو محطتيش كطع الكريم شنطي ممكن السوداني يخليها مش متمسكة او تميل على اي جنب حطيت الطبقة التانية وحبتدي برضو احط طبقة كويسة من الكريمة وحبتدي برضو بالسكرابر اسحابها كده واساويها واخليها متساوية خلي بالك وانت بتجلسي التورتاية وبتحشيها خلي ايدك تكون مظبوطة علشان تطلع معيك التورتة قد بعض والطبقات تكون مظبوطة وشكلها حلو جبت كمان شوية من السوداني المجروش وححشي برضو بيها التورتة بتاعتي اهو بالشكل ده كده الخطوة دي اختيارية لو يعني مش حباها خلاص ما تحشيش التورتة بتاعتك باي مكسرات او سوداني حطيت عليها كده كطعة من الكريمة برضو علشان تمسك الطبقة الاخيرة من الاسبونش اللي انا هحطها عليها اهو هحط كده اخر طبقة من طبقات الاسبونش وبايدي بالراحة كده هبتدي اضغط عليها عشان اتأكد ان كل الطبقات بتاعتي فوق بعد متصوير هبتدي بقى احط الكريمة كده على الوش هحط كمية تكون زيادة شوية وبالاسباتيولا بقى هبتدي اسويها وانزل بالزيادات على الجناب ودي اول مرحلة في تجليس التورتة من برا ان انا هحط كده كمية محترمة من الكريم شنطيه وابتدي اجلس التورتاية بتاعتي بعد كده زودت تاني كريم شنطيه وزي ما الشرح واضح قدامكم ببتدي بقى اسحب اي زيادات معي في الجن طبعا عشان تجليس التورتاية صح اي زيادة معيك في الاسباتيولا بتاعتك لازم تمسحيها في العلبة بتاعت الكريم شنطيه واي زيادة برضو على الوش من فوق كده بسحابها كده بالراحة الشرح واضح قدامكم حيفيدكم اكتر من كلامي في المرحلة دي خلاص كده جلست التورتاية بقت تمام جدا ما فيهاش اي عيوب هدخلها لمدة اربع ساعات ليه دخلتها الفريزر علشان انا عايزة اقطعها على اربعة بقى على تمانية زي ما قلتلك دي اسمها تورتة الايت سيزون اه فهقطعها على تمانية وهحضر معي السكينة الترنش وهبتدي اقطع التورتاية بتاعتي على تمن مراحل طبعا في مرحلة التقطيع هنا بتكون صعبة شوية لان التورتاية بتاعتي انا سبتها اربع ساعات في الفريزر لان انا كنت عايزة متجمدة عشان اعرف اتحكم فيها وانا بقطعها لو ما دخلتش التورتة بتاعتك الفريزر وانتي بتقطعيها هتكون نعمة كده فمش تعرف تتحكمي فيها قوي فلازم لازم ان انتي تدخليها الفريزر اقل حاجة اربع ساعات ببتدي اقطعها زي ما قلتلك على تمن مراحل اهو بالشكل ده كده اي بقى التجريحات حصلت فيها ما تزعلش خالص كل ده هيدارة زي ما قلتلك احنا لست في مرحلة تانية هنجلس فيها التورتاية وفي مرحلة اخيرة كمان هنفنش بيها فمتى يلاقيش من اي حاجة تحصل هنا انا سيحت شوكولاتة بيضة على حمام بخار وكمان جهزت معي التورتة خدت منها جزء واحد بس علشان ابتدي اغطيها بالشوكولاتة هغلفها ازاي معي هنا ورق زبدة انا قسته على الطول وحجم المسلس بتاع التورتاية وحبتدي بقى ان انا احط عليه الشوكولاتة وافردها زي ما هتشوفوا معي طبعا انا سيحت برضو الشوكولاتة ازاي ربع كيلو الشوكولاتة الخام دي شوكولاتة بيضة حطيت عليها معلقة كبيرة من الزيت بلاش تحطي زبدة وحطيتها على حمام بخار اخدت معي يعني اقل من سبع دقايق كانت ساحت وتمام جدا ما اضغطيش الشوكولاتة بتاعتك وانتي بتسيحيها وما تسبيهاش كتير على البخار علشان ما تسكرش معيك وخلي بارك ان هي ما تجيش فيها اي نقطة مية عشان برضو ما تخرصش معيك سبت الشوكولاتة لحد ما تمسكت شوية على ورق الزبدة وحبتدي ارفعها كده زي ما انتم ما شايفين وبايدي اضغط كده عشان اغلف الجناب بتاعتي بالشوكولاتة اللي انا حطاها على ورق الزبدة وهسيبها بقى لحد ما تجمد مش هشير من عليها ورق الزبدة غلى ما تأكد ان الشوكولاتة بتاعتي مسكت كويس جدا سياحت كمان معي شوكولاتة غمقه زي ما قلتلكم للربع كيلو الشوكولاتة بحط عليها معلقة من الزيت حتسياحي نص كيلو من الشوكولاتة حتي عليهم معلقتين بس من الزيت ما تحطيش زبدة وخلي بالك من اي نقطة مية تيجي على الشوكولاتة وانتي بتسياحيها علشان ما تسكرش او تخرز منك خلاص كده جهزت ورق الزبدة وحبتدي اخد الشوكولاتة اللي انا سيحتها وبرضو ما استخدمش الشوكولاتة وهي سخنة خالص هستناها لحد ما تبرد عشان تسهل عليكي الخطوات وانتي بتعمليها فردت الشوكولاتة كده كطبقة مستوية على ورق الزبدة وحسيبها لحد بس ما تجمد شوية مش هسيبها لحد ما تنشف خالص وبعد ما هتبتدي تجمد حجهز المسلس بتاع التورطايا وحبتدي ان انا اغلب بيها التورطايا بالشكل ده كده اضغط كده على الجناب بالروحة وازبط بقى الشكل بتاعها شايفين بالروحة انا بضغط بالروحة مش بضغط جامد انا بس عايزة الشوكولاتة تتماسك هي هتمسك معيك بسرعة ممكن لو انتي مستعجلة تدخليها التلاجة كالمسلس كده هتدخليها التلاجة مش هتاخد معيك ديئتين وحتلاقيها مسكت كده خلاص كانت مسكت معي طبعا اتأكدت ان هي مسكت كويس جدا حبتدي بالروحة ان انا اشيل ورق الزبدة من عليها اهو بيتشال بمنتهى السهولة طبعا انا المرحلة دي هكررها بقى في كل كتع التورطا اللي انا قطعتها على تمام مراحل علشان بس ما تقولش عليكم انا ورت لكم الفكرة اهي شايفين الشوكولاتة بتاعتي مشاء الله اهي متمسكة كويس جدا ونشفة مش سيحة ولا اي حاجة عشان انا سيحت الشوكولاتة صح وكده خلاص انا خلصت كل كتع الشوكولاتة بتاعتي عملت اربع كتع بيء الشوكولاتة البيضة واربع كتع بيء الشوكولاتة الغمقى رصيت بقى واحدة من الشوكولاتة البيضة جنبها واحدة من الشوكولاتة الغمقى واحدة جنب واحدة عشان تدي الشكل اللي انتوا شايفينه ده دلوقتي حنيجي الاخر مرحلة في تزيين التورطا طبعا هتزيني باي حاجة موجودة عندك لو عندك جناش عندك سوس توفي سوس شوكولاتة برحتك جدا التزيين يرجع لكي انتي انا هنا اخترت البسكوتات والكريسبي اول حاجة حستخدمها وهي الأوريو جبت بسكوت الأوريو وكسرته كده تكسير عشوائي وحبتدي احطه على اول كتعة وبعد كده جبت المورو قطعتها برضو لمربعات صغيرة وحبتدي برضو احطها في كتعة تانية لحد ما اغطي كل الكتعة تانية بي المورو بالشكل ده كده كل الخطوات قدامكم وكمان حجيب الجيرسي قطعتها برضو مربعات وحبتدي احطها في مسلس لوحده الطريقة سهلة جدا وكل الخطوات واضحة قدامكم خلاص كده خلصت كل الجزء اللي انا هحطه فيه الجيرسي حضرت كمان معايا اللي هو الكريسبي المغطى بالشوكولاتة حبتحط مورو اي نوع بسكوت او اي نوع حاجة انت بتحبيها زيني بيها الشوكولاتاية حبتدي احط كتعة الكريسبي بالشوكولاتة على الجزء ده كله لحد ما اخلصه طبعا وياريت وانت بتزيني تخلي كل جزء منفصل عن التانية تخلي كل جزء عليه حاجة مختلفة غير الحاجة اللي جنبها فان هنا خلاص كده حطيت الكريسبي بالشوكولاتة حبتدي برضو اجيب حاجة تانية عشان اكمل بيها بقية الاجزاء معايا هنا الكريسبي الدهبي انا بجيبه متلون جاهز كده بيكون متوفر عند محلات بيع مستلزمات الحلواني بيكون متوفر منه الابيض والشوكولاتة والدهبي بتجيبه متلون جاهز زي ما قلت لك انا بقى حغطي الجزء دهو بالكريسبي الدهبي كله عشان بس يكون شكله حلو تمام جدا كده خلاص كل حاجة اتغطت معايا وخلصت الجزء ده بالكريسبي الدهبي هحضر كمان معايا شوية من الكريسبي الشوكولاتة اللي هو الكريسبي الغامق طبعا هغطي بيه كل الجزء دوت جات معايا كده واحدة دهبي فاشلتها على طول وهكمل كل الجزء دوت بالكريسبي الغامق عايز اقول لكم مفيش اسهل من كده ومفيش كمان نتيجة هتكون احسن ولا اجمل من كده بجد النتيجة كانت مرضية جدا انا كنت مبسوطة من شكل التورطية النهائي على الجزء دوت هبتدي احط كده شوية من الشوكولات الشيبس الابيض هغطي بيه كل الجزء دوت بالشكل اللي انتو شايفينه خلاص كده انا غطيت كل الجزء دوت بالشوكولات الشيبس الفاتح معايا شوية من السوداني المجروش هغطي بيه اخر جزء من التورطية وعلشان كمان احفز اللون بتاعها ما سيبش اللون هيكون فاتح قوي كده هجيب شوية من الشوكولات الشيبس الغامق واحطها كده على وش السوداني المجروش شايفين هو بس عشان عايزة احفز اللون مش اكتر الطريقة سهلة جدا مفيش اجمل من كده ومفيش احسن من كده انا بصراحة انبهرت برضو بالشكل النهائي عجبني جدا دي اسمها جميلة جدا سهلة اي ام تعملها في البيت سهلة اي حد يعملها بجد بسيطة بصتوا كل حاجة على نفسوكو اعملوها وفرحوا نفسوكو وفرحوا اللي حواليكو علشان بقى اقديلها الشياكة كده يعني اخلي الشكل لطيف كده في الاخر جبت شريت ستان ده حوالي متري يعني مش اكتر ده الستان اللي هو البلجليتر اللي هو بيلمع فحبتدي احطه كده على الترطية من الجنب وابتدي اربطه وانا بربطه طبعا متربطيش جامد قوي عشان لو ربطت جامد حتتكسر معيكي الشوكولاتة من برا فربطي كده ربطه خفيفه عشان بس انا عايز اقدي شكل جمالي مش اكتر من كده هنا بقى ده الشكل النهائي شايفين ادي دي صورة للترطية شكلها حلو جدا النتيجة زي ما قلتلكم جميلة ومرضية جدا جدا وطبعا اتمنى يكون الفيديو عجبكم هو بصروحة عجبني انا شخصيا عجبني جدا كمان ياريت بقى تعمليلي لايك حلو كده زي الترطية الجميلة دي ولو اول مرة بتشوفي قناتي اتفضلي تحت عند زر الاشتراك واشتركي فعالي الجرس عشان يوصلك اشعارات بالفيديوهات الجديدة والناس الجميلة اللي بتشوفي الترطية دي على الفيس حابة اذكركم جدا على كلامكم الجميل وعلى تعليقاتكم الجميلة زيكم بجد بتدوني طاقة ايجابية جدا بحبكم جدا في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته